هل تريد أن تعرفون الأساسيات الألوان الأكراليك؟ يجب أن ترى هذا الفيديو إذا فعلا تريد أن تحترفوا الألوان الأكراليك وإذا كانت أي مشاكل في التعامل مع الألوان الأكراليك فهذا سيحلها لكم لا تقوم بعمل على الفيديو لأن الفيديوهات التي جاءتها خطيرة ستكون في الأساسيات وستكون كرصات مكسفة في الرسم بالتسلسل يعني هاخد خامة خامة أبدأ أتكلم عليها كأنها كرص مدفوع هيفيدكم جداً هقولكم دلوقتي على أهم سبع معلومات عن الألوان الأكراليك هتخليكم تستخدموها زي المحترفين بالظبط وتوفر عليكم وقت ومجهود وتجارب كتير جداً بعض المعلومات دي أنا متأكدة أن أنتم أول مرة تسمعوها وبعض المعلومات التانية أكيد ممكن تكون مرت عليكم قبل كده فيلا بينا نبدأ المعلومة رقم واحد وهي معلومة مشهورة وهي أن الألوان الأكراليك الوسيط بتاعها مائي يعني نقدر نستخدم المية في تخفيف الألوان الأكراليك مش محتاجين بقى زي الألوان الزيتية نفط أو تنر أو زيت لا لا شوية مية من الحنفية هيفو بالغرض طيب لو أنا عايز أحافظ على القوان بتاع الألوان الأكراليك وحافظ على الشفافية بتاعتها أقدر أستخدم حاجة اسمها الأكراليك ميديم الأكراليك ميديم موجود في المكتبات متوفر في المكتبات الكبيرة ولو بديل أنا ممكن بستخدم بديله الورنيش المائي ده بديل رخيص جدا جدا وموجود في كل مكان لا يقارن سعر ده بسعر ده خالص فممكن تستخدمه الورنيش المائي عادي أو تخففه بالمية كمان زي ما الأكراليك ميديم في منه أنواع بتخفف اللون علشان أقدر استخدمه بانثيابية كمان في أنواع بتقل اللون زي المودلينج باست بتخليه كده مقلبس شوية أقدر أعمل بيه تكتشر على اللوحة بتاعتي وأقدر أعمل بيه رسومات بارزة ده بالنسبة للتخفيف والوسيط المعلومة رقم 2 الألوان الأكراليك ألوان طيعة جدا نقدر نستخدمها على أسطح كتير جدا 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 زي إيه الأسطح اللي ممكن نستخدمها؟ ممكن أرسم بيها على الكانفس اللي هو التوال بكل أشكاله وأحجامه ومقاساته نقدر كمان نستخدم الأكراليك في الرسم على الورق أفضل نوع ورق ممكن نرسم عليه هو الورق الـ 280 لـ 300 جرام بيبقى الورق تقيل شوية وبيستحمل استخدامنا للأكراليك لأنه طبعا بيبقى فيه مية فبنحتاج إنه إحنا الورق بتاعنا يكون سميك ومتماسك علشان الورق ما يكرمش أو يبوش لكن لو اضطرنا إن إحنا نرسم على ورق أقل من كده زي مثلا ورق الميتانات ممكن نشده زي ما إنت شايفين كده في الفيديو باللزق ده فلو طريقة معينة كده في الشد أو ممكن إن إحنا نلون بس من غير ما نقطر مية في الألوان بتاعتنا يعني يبقى dry on dry كده مش لازم نقض نقطر مية فورقة تبوش مننا فممكن نستخدم الورق لكن زي ما قلتلكوا كده بشروط ومحزير معينة أقدر كمان أستخدمها على الرسمة على الحوائط كمان أقدر أستخدمها على الخشب برضو الخشب بكل أشكاله سواء كان الخشب الـ MDF جزوع الأشجار خشب الطبيعي الخشب الصناعي كل أنواع الخشب الخشب ممكن يبقى متجهز وممكن يبقى مش متجهز مباشر عليه كده تقدر إن إنت تتعامل بالألوان الأكراليك مع الخشب بكل أشكاله كمان أقدر أرسم بيها على القماش ودي أكتر حاجة إنتوا عارفيني أنا مشهورة بيها وبحبها جدا وإنتوا دايما بتتفرجوا على فيديوهات الرسمة على القماش وعايزين تعرفوا عنه أكتر دايما فالقماش اختيار رائع جدا إن إحنا نستخدم الألوان الأكراليك عليه مع العلم يا جماعة إن ألوان الأماش هي مشتق من مشتقات الألوان الأكراليك ما هي إلا ألوان أكراليك لكن متضف عليها مواد مسبتة ومواد كيموية أكتر تقدر تخلي اللون مرن أكتر ما يبقاش عرضة للبهتان أو للتشقق أثناء الغسيل حاب أفكركم إن إحنا عندنا كورس رسمة على القماش عندنا كورس هنا على اليوتيوب متصور من زمان محطوط على القناة تقدروا إن إنتوا تتفرجوا على الفيديوهات عندنا كمان كورس الرسمة على القماش موجودة على منصة المنتور الكورس متصور بكواليتي عالية جدا ومنظم كورس متكامل بصراحة وأحلى حاجة فيه إن هو بسعر رمزي جدا تقدروا إن إنتوا تروحوا تشوفوه هسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن بوكس كمان لو إنتوا حايزين تعرفوا أكتر عن الألوان الأكراليك عندنا كورس موجود على منصة التدرب منصة كويتية شهيرة الكورس شامل لكل حاجة بقى عن الألوان الأكراليك ابتداء من نظرية الألوان بطريقة عملية التكوين إزاي يعمل تكوين إزاي إن أنا أرسم على الورق الكامفاس الخشب بكل أنواع الألوان الأكراليك اللي إحنا قلنا عليها سواء كانت أنابيب برطمانات أقلام كل حاجة هسيب لكم الرابط بتاع الكورسات دي في الديسكريبشن بوكس روحوا بصوا عليها وشوفوا المحاضرات المجانية المفتوحة عشان لو عجبتكو تقدروا تشتركوا في الكورسات طيب سؤال دايماً بيجيلي أقدر أرسم بالألوان الأكراليك على الإزاز أو البورسلين زي المجات مثلاً بص يا جماعة أنا عملت تجربة قديمة قبل كده هنا على القناة ورسلنا على مج المج دا استخدمته شوية حلوين قوي وبعد كده بدأت ألاحظ أنه بيأشر من عند الأطراف حتى مع استخدام طبقة من الورنيش الماء عشان نسبته وحتى مع بقاء المج دا حطيته شوية في الفرن علشان يثبت عليه اللون لكن يعني ما هيش أفضل حاجة برضو ألوان البورسلين متوفرة في كل مكان في المكتبات وأعتقد أسعارها مش غالية قوي تقدروا أن انتوا تستخدموها عشان تطلعوا نتائج أفضل نفس الكلام للإزاز الإزاز لو هو هيتعرض لمية يبقى مش هينفع نرسم عليه بالأكراليك أما لو انتوا عاملين لوحة كاديكور أو ميراية ما فيش مشكلة قالص ارسموا براحتكم أهم حاجة تحموا اللوحة بتاعيكو في الآخر طيب ينفع أرسم بالألوان الأكراليك على الجلد؟ برضو نفس الحكاية مش بتكون أحسن حاجة بعض أنواع الجلد بتتقبل والدنيا بتبقى تمام وبعض ألوان الجلد بتشرب اللون وبتضيعه خالص وبعض أنواع الجلد الألوان بتفرول من عليها لكن فيه ألوان مخصوصة للجلد المعلومة رقم 3 ألوان الأكراليك سريعة الجفاف جدا جدا يعني من قبل ما بنقوم من على اللوحة بتاعتنا بتكون اللوحة جفت البلتة بتاعتنا مجرد ما بنكونها ونرسم بيها في خلال مثلا نص ساعة ساعة بالكتير قوي بتلاقوا أن الألوان جفت عليها طيب ده عيب خطير جدا لأ مش عيب ده ميزة ده ميزة لأن الألوان الأكراليك منجزة جدا لو أنتو عندكو مشروع عايزين تسلموه أو أوردر عايزين تعملوه فالألوان الأكراليك هتنجز معيكو جدا لأن هي مش زي الألوان الزيتية اللي ممكن تقعد حرفيا أيام وشهور على ما اللوحة تجف معيكو فالألوان الأكراليك ده ميزة من ميزاتها طيب أقدر أتلاف العيب ده إزاي إن انت ممكن تضيف عليها جليسرين لأن الجليسرين هيبطق جفافها جدا هتحسوا تقريبا أن انتو بتستخدموا كأنكو بتستخدموا ألوان زيتية هيبطقها جدا فخلوا بالكو حتى ما تضفوش كتير فيه كمان مواد تانية ممكن تتحط زي المادة بتتجاب من المكتبة بتبطأ الجليسرين لو لقيتها هحط لكو صورتها هنا فيه مادة بتتباع عند الموان أنا مش فكرة اسمها قوي هي حاجة مونوكسلين حاجة كده مركب برضو بيدفوه لكن أنا صراحة ما عنديش معلومات كتيرة عندناها سمعت فيه فنانة بتتكلم عنها لكن ما جربتهاش ومش عارفة صراحة يعني تأثيرها ايه بالزبط المعلومة رقم 4 وهي أن ألوان الأكريليك متوفرة في أشكال كتيرة جدا إحنا لو بصينا على الألوان الزيتية مثلا هنلاقي أن الألوان الزيتية كلها كده بارة عن أنابيب أنابيب أنبوبة كده صغنونة حجم الأنبوبة أبوبة 15 ميلي أبوبة 30 ميلي وهكذا أما الألوان الأكريليك فهي مش أنابيب بس لا 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 موجود منها أشكال وألوان يعني ممكن تلاقي الأنابيب الصغيرة اللي هي بتبقى في غلاف معدني شوية وممكن تلاقي الأنابيب الكبيرة اللي هي في الغلاف اللي هو بيبقى بلاستيك ممكن كمان تلاقي منها برطة مناط ممكن تلاقي منها بوتلز يعني شبه الأزيز البلاستيك كده بيبقى أزيز كبيرة علشان اللي بيتخدموها على مساحات واسعة أكتر تكفي معاهم وكمان في منها اقلام فالالوان الاكريليك ايا كان نوع الفن اللي انت بتعمله ومحتاج كميات او محتاج اي ادوات مساعدة فالالوان الاكريليك هتلاقي منها الكميات والاحجاب والاشكال اللي انت عاوزها المعلومة رقم خمسة وهي ان الوان الاكريليك في منها اسعار كتيرة جدا يعني ايه؟ يعني انا ممكن الاقي الالوان الاكريليك الرخيصة جدا اللي بتتباع عند الموان اللي البرطمان حرفيا ممكن يبقى ب15 جنيه مثلا لحد الألوان الغالية جدا اللي هو الليفل بتاع الفنانين المحترفين اللي بيعملوا معارض عالمية ولوحاتهم بتتباع بالملايين حرفيا انتوا عارفين ان احنا عندنا فيديو هنا على القناة عملت معاكم فيه الألوان الأكريليك بطريقة بسيطة وسهلة جدا مكونات رخيصة والكواليتي بتاعتها بتطلع منتازة ناس كتير جربتها وجات قارتلي شكرا بجد احنا يعني عملنا بيها شغل كمان كانت طح المهم انتوا تروحوا تشوفوها علشان تستفيدوا بجد بدل ما تروحوا تشتروا أنواع ملهاش أي 30 لازمة روحوا اعملوا المقادير بنفسكو وهتلاقوا سهلة جدا نفعاش أي حاجة فانت لو عايز ألوان أكريليك رخيصة جدا ما تكلفكش أي حاجة هتروح تعملها ولو انت عايز ألوان غالية جدا لأن انت فنان كبير وعايز يبقى لك لوحات يعني كواليتي عالية هتقدر ان انت تجيبها مموجودة في كل مكان مفيش فيها أي مشكلة المعلومة رقم 6 هي ان ألوان الأكريليك لما بتجف بتتحول لمادة بلاستيكية مقاومة للماء يعني لا يمكن ان هي تدوب زي الألوان الجواش مثلا ممكن تتأشر لو السطح مش مناسب لها يعني لو السطح ناعم جدا أملس زي ما قلنا قبل كده البورسلين الإزاز بعض أنواع البلاستيك الناعم قوي هتتأشر لكن فكرة ان هي تسيح أو تدوب لا عشان كده ينفع جدا زي ما قلنا ان احنا نستخدمها في الرسم على القماش والملابس بتاعتنا مفيش فيها أي مشكلة والانتاج بتاعتها بيطلع خرافي المعلومة رقم 8 وهي بقى معلومة تاريخية عن الألوان الأكريليك اه متأكدة ان انتوا ممكن تكونوا أول مرة تسمعوها فيه كيميائي اسمه أوترون الكيميائي ده اخترع المادة الأساسية لتصنيع الأكريليك فيما يسمى براتينج الأكريليك الأكريليك ده اشتغلوا عليه لحد ما حولوه لطلاق وده سنة 1934 بعد كده جات شركة من شركات الكيميائيات الألمانية اسمها بي اي اس اف وقررت ان هي تجهز الطلاق ده علشان يستخدم على نطاق أوسع ويدهنوا بي الحوائط والمباني والسفن وده علشان كان قوي ومقام للماء والحرارة وكان فيه مميزات حلوة جدا بدأوا يستخدموه في الأربعينيات بالفعل وكان الأكريليك أو البوهية زي ما احنا بنسميها يا فعلا كانت بوهية لو انتم متذكرين احنا لحد قريب جدا كنا بنستخدم الطلاقات المنزلية الطلاقات الزيتية وكان لها ريحة نفزة جدا وشكلها ما كانش افضل حاجة بعد كده بدأوا في الأربعينيات وفي الخمسينات يوفروا الطلاق ده للعامة ان هم يستخدموه في دهان منازلهم عادي بعد وقته قصير جدا بدأ الطلاق ده يلفت نظر الفنانين وبعد شركات تصنيع الألوان وبعد كده في الخمسينات بدأت الشركات تتنافس فان هي تصنع طلاقات أكريليك بجودة عالية وبأشكال مختلفة من أشهر الشركات اللي عملت طلاقات الأكريليك هي شركة ليكويتكس ولحد دلوقتي الشركة دي بتطلع ألوان بجودة ممتازة جدا وهي من أشهر الشركات من أشهر الفنانين اللي رسموا بالألوان الأكريليك هو ديفيد هوكني وأندي وارول وروبرت ماذر ويل دول من أشهر فنانين الألوان الأكريليك طبعا فيه فنانين تانيين كتير دول كانوا سبع معلومات مهمين عن الألوان الأكريليك لو عرفتوهم هيساعدوكو كتير جدا علشان تبقوا عارفين طبيعة الألوان اللي انتو بتستخدموها قولولي إذا كان عندكو معلومات تانية عن الألوان الأكريليك حابين انتو تضفوهننا ممكن تكتوهننا تحت في التعليقات وقولولي رأيكو في المعلومات اللي احنا قلناها مع بعض ان شاء الله في الفيديو الجاي انا هرسم معيكو لوحة كاملة بالأكريليك بأبسط يعني الأدوات هنستخدم مع بعض الأدوات البداية خالص علشان نعمل لوحة بسيطة اعتقد ان لوحة تبقى لوحة طبيعة صمتة تنسوا اللون تتحطوا اللايك على الفيديو عشان الله يتبقى يفيدني جدا نسوش تعمل شارك في القناة ويتفعلوا الجرس علشان الفيديوهات اللي جاي هتبقى فضيعة ويدلوقت اقول لكم السلام موسيقى